تارس بنات المستقبل الثانوية بأخلاق وبعلم نرقا السلام عليكم الدرس اليوم هو الدرس يتكرر أكثر من مرة زي ما بتعرفوا أنه أول شيء بالديريفيشنز لازم حفظ النهايات النهايات شو النهايات تبعته العدفيرب والفيرب حتى نقدر نميز الخيارات زي ما هو موجود عندك هون ادفايز 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 بتنتي باي اس اي معناته للأي سي اي للنهاي وهكذا اذا اول مرحلة في دراسة الاشتقاقات هي مرحلة الحفظ هو درس يعتمد على الحفظ بشكل كامل نادرا ما تيجي جمال بتعتمد على المعنى فالآن استخدامات الفعل كنت تحفظه ثلث استخدامات الاستخدام الاول بعد الأفعال المساعدة يأتي فعل مجرد فهي كما موجود عندنا في المثال they should اجعلنا should الشد وراها فعل مجرد اذا بدي اختار ادفايز المحدد باللون الاصفر النقطة الثانية بعده to يأتي فعل مجرد كمان والفعل مجرد عادة بيكون اصغر كلمة لانه ما في عليها اي اضافات احمد wants to اي اجعلنا to معناته بدي استخدم فعل مجرد اللي هو ايش عنا في الحالة هاي مش teacher ولا teaching teach فعل مجرد نقطة رقم ثلاث بعد الفاعل بعد الفاعل لانه احنا بنعرف الجملة بالانجليزي مكونة من subject verb subject verb احمد plays هده studies وهون اعطاني the students فراغ معناته بدي استخدم فعل الفعل اللي موجود عندنا اللي هو revise اذا باختصار استخدامات الفعل بعد الافعال المساعدة بعد to وبعد الفاعل فضروري تحفظوا كل اشيء واستخداماته استخدامات الفعل بعد one two three وكون حافظ النهايات ثبعات وهي اول نقطة النقطة الثانية طبعا ادرسه فقط لمحدد استخدامات الظروف ال adverbs اللي هي بتنتهيب ال y ما الها نهايات الا ال y اذا جاء في بداية الجملة فراغ وبعد الفراغ فاصلي اذا اول نقطة اذا جاء في بداية الجملة فراغ وبعد الفراغ فاصلي زي ما انتم شايفين هون الجملة الاول لاحظوا فراغ فاصلي خلص مباشرة اللي فيها ال y successfully two جبوها في الوزارة الفصل المالي بين فعلين بين الفعل المساعد والفعل الرئيسي اذا انتبهتوا للجملة الثانية they are helping are فعل helping فعل are فعل مساعد helping فعل رئيسي مثلا will مع go has فراغ eaten should مع study دائما اذا كان في عنا فعلين بغض النظر ايش وما هذول فعل المهم فعل مساعد وفعل رئيسي بس تخدم ال y particularly نقطة رقم ثلاث بلا منها نقطة رقم اربعة بحكي لي noun فراغ verb noun طلعوا احمد جملة هاي بعد الفراغ اجع عندي did اذا احمد لهو noun فراغ did verb اللي هي نفس القاعدة بتقول لي noun فراغ verb برضو بدنا نستخدم ظرف احمد احمد سكسسفولي did مش هاز هي هز بدال احمد سكسسفولي did هز ريسيرج اذا استخدامات الظروف فراغ فاصلة بين فعلين noun فراغ verb بس تخدم الظرف اللي هو ال y فضروري تحفظه النقاط بدون ما تتحل اول شي احفظ حفظ النقاط اللي باللون البرتقالي بعدين بلش تتطلع الجمل بتلاقي المسالة بسيطة جدا استخدام الاسماء اذا كان قبل الفراغ فيك هذول كلمات كثير مثل كذا ركزه اكثر اشي دا حدد لكم بعض الكلمات هذول بتكرروا كثير في الوزارة كلمات الملكية كمان كلمة بحكيلي اذا جاء قبل الفراغ واحدة من هذول الكلمات هاي اذا شفت زي المثال وبعد الفراغ شو بحكيلي يجي بعد الفراغ فعل او حرف جر او نقطة اجا اجا عندي قبل الفراغ وبعد الفراغ ايش واز شو لازم يكون الحل اللي هو الاسم لانه هذول استخدامات الاسماء اذا استخدام الاسماء لازم يكون واحدة من اللي باللون الاصفر موجودات عندكو قبل الفراغ مع التركيز طبعا علي حطيت تحت يوم خط وبعد الفراغ ايش يجي اه فعل اللي هو زي واز حرف جر هاي اكتبتلكو بعض حروف جر تحت ان اون ات فور اوف اباوت فرام اللي ما بعرفو او نقطة انتهت الجملة بحكيلي اذا شفت زي هي قبل الفراغ يعني لاحظوا الاسماء محكومة انه ايش قبل الفراغ وايش بعد الفراغ بناءا علي منحدد اللي هي كوليفيكيشن النقطة الثانية نفس المبدأ اذا قينا قبل الفراغ حرف جر اي حرف جر وهي اجا عنا ان حرف الجر وبعد الفراغ شو يجي فعل او حرف جر او نقطة شو بستخدم بستخدم الاسم فهي اجعلنا ان وبعد الفراغ ان اللي هو برضو حرف جر اذا كان قبل الفراغ صفة great صفة معناها عظيم وبعد الفراغ برضو فعل اذا لاحظتوا بعد الفراغ ثابت فعل حرف جر نقطة فعل حرف جر نقطة فيهن كلهن هو اللي بختلف اللي قبل الفراغ وبعد الفراغ فعل او حرف جر او نقطة يجعلنا great مع ان معناته ناون آخر واحدة إذا كان قبل الفراغ رقم two, three, first, second وبعد الفراغ فعل هاو حرف جر أو نقطة هاي أجعلنا two وأجعلنا four لو حرف جر إذن شو بدي أستخدم الاسم إذن الأسماء محكومة بجهتين يكون واحدة من اللون الأصفر قبل الفراغ وواحدة من اللون البرتقالي بعد الفراغ لازم أستخدم اسم هل استخدام الصفات هم نفسهم نفس طبعات الأسماء بس بعد الفراغ شو بدي يكون بيكون اسم يعني اللي حفظ نقاط الأسماء هي نفسهم نقاط الصفات بس نقاط الأسماء كان بعد الفراغ فعل أو حرف جر أو نقطة نقاط الصفات بعد الفراغ شو لازم يجي لازم يجي اسم هاي أعطاني هنا many اللي هي نفسها موجودة في الأسماء بس هناك بعد الفراغ فعل حرف جر أو نقطة هون بعد الفراغ اسم انبيني people اسم إذن شو باستخدم ين إذا كان قبل الفراغ برضو نفس النقطة الثانية هناك لهم حروف الجر ولكن بعد الفراغ شو لازم يكون برضو اسم هاي أجأ أف حر جر إشيز معناها قضايا إسم إذا أجأ اسم بدي أستخدم الصفات إذن هذول الاستخدامات للصفات بحكي كريتيكال إذا كان قبل الفراغ صفة إنتنسيف صفة وبعد الفراغ شو أجعلنا كورسز كورسز معناها دورات تهصصات إسم إذن أجعلنا صفة مع اسم شو باستخدم باستخدم برضو صفة أجكتف اللي هي بتكون تعدلوها كانت مكتوب أجكيتد آي أو إن إي إل شيلوا الإيدي واكتبوا آي أو إن إي إل الآن النقاط اللي ظلت أوضح نوعا ما إذا كان قبل الفراغ أحد الأفعال التالية هاي أجع قبل الفراغ ولكن يجب أن لا يكون بعد الفراغ هل في عندي ما في بيقولي إذا أجع أفعال وبعد الفراغ ما كان شو باستخدم باستخدم الصفة طيب إذا أجع منرجع للنقطة اللي أخذناها في الظروف هاي هنا وأجع شو منستخدم ظرف إذن أفعال البي اللي هي إز آر أم إما بيجي وراها صفة أو ظرف إذا أجع بعد الفراغ تستخدم الظرف اللي هو إذا ما إجع أجع أي إشي ثاني حرف جر اسم إيش ما إجع ثاني بتستخدمه الصفات الصفات بعد الأفعال التالية خصوصا هذول المحددات إذا بتشوفوهم شو بتحطوا وراهم صفة هاي خلاص نستخدم صفة إذا كان قبل الفراغ أحد ظروف التالية إذا في أي واحدة من هذول الكلمات برضو نستخدم صفة هاي في عنا بحكي لستخدم بعدي هايش الصفة اللي هي أورجنايز أز وآز بيستخدموها كثير في المقارنة معناته بناتهم أجكتف الصفة بعد الكلمات التالية معناته برضو صفة إذن هذول حفظ يعني إذا بتشوف بناتهم صفة إذا بتشوف وشفتوا براهم فراغ صفة إذا بتشوف كذا كذا صفة إذا بتشوف أفعال البي وما في فربي ثري فربي جي صفة فالعملية بتعتمد على الحفظ فعشان هيك لازم الطالب يقسمهم ما يحفظ الدرس كله مرة واحدة في نفس الجلسة يعني لو أول شيء حفظ الفعل والظرف بعدين حفظ الأسماء لحالها بعدين الصفات لحالها بعدين بيعمل مراجعة كاملة إلو كامل وبحل بقية الأسئلة اللي موجودة عندك وراء أما نيجي يدرسهم مرة واحدة إلا يخربط لأن العملية تعتمد على الحفظ زي ما أنتم شايفين بعد الكلمات التالية more less the most the least تكون حفظهم هذول الكلمات خلال إذا شفت more خب بعرف أنه صفة أي وحدة فيهم الصفة بناء عن نهايات اللي حكيناهم l-ive إذا رجعتوا للجدول رح تلاقوا أنه من جدول الصفات verb مع noun verb مع noun هاي طلع هنا عندنا المثال wrote verb books كتب noun هاي أجعلنا verb فراغ noun verb مع noun بحكي اللي بدك تستخدم adjective اللي هي medical إذن العملية كلها بتعتمد على حفظ النقاط امسكوا نقطة نقطة حتى لو جزأتوا لأربعة جزاء ما في مشكلة بس في النهاية تكونوا حافظين النقاط طبعا لابد إلا يكون في بعض الأمثلة تعتمد على المعنى ولكن هاي قليلة جدا يعني في الوزارة يعني بين كل عشر دورات مرات بيجيبوا مثال واحد لكن إجمالا كلها أمثلة مباشرة وهاي في عندكم أمثلة كفاية للحل بصفحة 20 أو حسب الدوسية عندكم ممكن مش نفس الأرقام عندي وفي عندكم كمان أمثلة هنا طبعا هو يعتبر من الدروس المهمة وهي أمثلة كمان هون عليه عشرين علامة يعني دروس المهمة كثير يعني نتخيل الفصل الثاني بالتوجيه كل القواعد عليها عشرين علامة وهذا الدرس لحال عليه عشرين علامة فلازم من الدروس اللي يبلش فيها الطالب حاول يتقنها قدر الإمكان ويركز أول شي على الأفكار السهلة بعدين يشوف بقية الأفكار بالتوفيق للجميع ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة